أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدين ومرحب بكل من انضم إلينا في هذه المحطة التي نتحدث فيها عن محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارات منصة التواصل الاجتماعي واللي لحظنا خلال العام الماضي الكثير من الانتهاكات بهذا الخصوص ونتحدث عن تأثير الرواية الفلسطينية ووصولها إلى العالم وتحديدا في التقرير السنوي لمركز صدى السوشل اللي كان في ارتفاع ملحوظ بنسبة 32% عن عام 2020 بنسبة الشكاوي حول انتهاك الحقوق الرقمية تفاصيل أكثر مع مدير مركز صدى السوشل إيادة رفاعي صباح الخير وأهلا فيك معنا صباح الخير أهلا وسهلا فيك إيادة بداية صار معروف أن هناك محاربة بشكل ممنج وواضح من قبل إدارات منصة التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني لكن كيف كانت الصورة فيما تعلق بالأرقام في العام 2021 لأنه أنتوا كمان عملتوا دراسة ومخرجات رقمية صحيح يعني عادة أن الانتهاكات في شبكة الانترنت بشكل عام وعبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص تكون مقترنة بالأحداث الميدانية أرض الواقع فخلال العام الماضي شهدنا أحداث أيار والحرب على قطاع غزة وأحداث الشيخ جراح وكل هذه التفاعلات التي حدثت على امتداد فلسطين فارتفعت حينها الانتهاكات بشكل كثير كبير من قبل منصات تواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين والمتفاعلين مع القضية الفلسطينية تحديدا أن تلك الفترة شهدت تضامن كبير جدا من قبل العديد من المشاهير حول العالم الذين يتابعهم مئات الملايين من جنسيات مختلفة ومن اهتمامات مختلفة كان هناك حديث عن القضية الفلسطينية من قبل رياضيين عالميين من قبل عارضات أزياء من قبل طباخين مشهورين من جميع فئات المجتمع حقيقة وهذا الأمر لم يرق بداية للاحتلال الذي يقوم بشكل مستمر بالضغط على إدارات منصات التواصل الاجتماعي للتضييق على الرواية الفلسطينية بحيث وصلت الأمور إلى منع وسم الأقصى هاشتاغ الأقصى في مرحلة ما خلال مواجهة أيار الماضي تم منع الوصول إلى هاشتاغ الأقصى عبر منصة إنستجرام على سبيل المثال هناك مصطلحات أصيلة متعلقة بالقضية الفلسطينية وبنضلات شعبنا نمنع من استخدامها مثل أسماء الفصائل الفلسطينية مثل أسماء قيادات فلسطينية وشهداء فلسطينيين رموز الفصائل الفلسطينية أيضا نمنع من استخدامها كل هذه الدلالات المقترنة والمرتبطة بشكل وثيق بالقضية الفلسطينية نحرم من استخدامها بشكل حر عبر هذا الفضاء الرقمي بالتالي هذا الموضوع جدا مهم وجدا خطير والاحتلال تنبه لأهمية منصات التواصل الاجتماع ووجه الخصوص منذ وقت مبكر منذ أحداث عمليات الطعن بين عامي 2015 و2016 ومن هناك كانت البداية حقيقة إذا نتحدث عن طبيعة الشكاوة التي كانت توصلكم والتي تحدثت أنها في ارتفاع ملحوظة عليها في عام 2021 طبيعة هذه الشكاوة وأيضا طبيعة الانتهاكات التي نتحدث عنها هل هو فقط منع من التغريد سواء كان على تويتر أو كتابة منشور على الفيسبوك أو على انستغرام أم نتحدث عن انتهاكات أخرى كانت موجودة يعني إحنا نحكي هنا عن قرابة أكثر من 1500 شك وتلقاها مركز صادة سوشال هذه الشكاوة من قبل المستخدمين الفلسطينيين والمتفاعلين مع القضية الفلسطينية عبر المنصات المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام تيك توك واتساب الشكاوة هذه هي مرتبطة بعدة انتهاكات منع من النشر إغلاق حسابات أو صفحات منع من استخدام خصائص معينة مثل خاصية البث المباشر على سبيل المثال حرمان الفلسطينيين من استخدام مصطلحات معينة هذه أيضا تعتبر إحدى الانتهاكات الخطيرة والمهمة والتي تشكل تغيير بنيوي على الخطاب والرواية الفلسطينية هذه الأعداد هي ارتفاع جدا ملحوظ أكثر من 1500 انتهاك كانت تقريبا نصفها خلال أحداث أيار الماضي نعم طيب فيما يتعلق ياد بموضوع تحاير على الخوارزميات كمان شاهدنا كثير من الطرق من الناس اللي كانت تضع النقاط معينة تفصل بين الأحرف بين الكلمات أو حتى مثلا تضع بوست على شكل سكرينشوت مش كتابة كيف وجدت تصاعد الوعي فيما يتعلق بهذه الطرق وهل هي مجدية؟ يعني حقيقة على مر تاريخنا النضاري كفلسطينيين لدالما انتكرنا طرق للتحايل على كثير من الانتهاكات المختلفة إن كانت على أرض الواقع أو في العالم الرقمي لكن هنا للأسف هذه المبادرات من قبل المستخدمين ليست فعالة بشكل كبير كون برمجيات منصات التواصل الاجتماعي تعمل على قراءة الشكل والمضمون أيضا فإذا قمنا بتقطيع الكلمة فهي تقرأ أيضا معناها وليس فقط صورتها فبالتالي العديد من المستخدمين الذين استخدموا هذه الطريقة في التحايل أيضا للأسف تعرضوا لانتهاكات وإغلاق حساباتهم أو حذف منشراتهم طب شو الحل إذن كيف ممكن إحنا زي ما حكيت إحنا دائما عندنا طريقة للالتفاف للتحايل حتى نوصل هذا المحتوى والحقيقة كان فيه وصول كمان يعني رغم كل هذه المحاربة دائما رصدنا مستوى الوصول وكان الصدى من صدى سوشل من العالم الافتراضي إلى الأرض يعني من خلال المظاهرات وغيرها صحيح يعني العام الماضي سجل تقدم جدا ملحوظ لتطور آليات استخدام منصات تواصل الاجتماعي من قبلنا كفلسطينيين إن كان من قبل النشطاء أو من قبل المؤسسات الرسمية أو من قبل المؤسسات الإعلامية وهذا أمر جيد ويجب استثماره والبناء عليه بما يتعلق بمنصة التواصل الاجتماعي نحن محتاجون أن نكون داخلها لا أن نلتف عليها فلن أقول يجب علينا إنشاء منصة جديدة مختصة بالعالم العربي أو بنكة فلسطينيين نحن يعني حاجتنا أن نكون موجودين داخل هذه المنصات لإصار رسالتنا الفلسطينية لكل العالم الموجود في هذه المنصات وبالتالي المطلوب تكاثف جميع الجهود من قبل المستوى الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني ومن قبلنا أيضا نحن كمستخدمين يجب أن لا نستكين لهذه الضغوطات المستمرة وأن لا نخشى خسارة إرثنا الرقمي وخسارة ذكرياتنا عبر هذه المنصات هو أمر عزيز جدا على المستخدمين اليوم وعلى كل فرد حقيقة لكن يجب علينا الاستمرار بإعلاء الصوت الفلسطيني والاستمرار بخطابنا الوطني الفلسطيني بالطريقة التي نراها نحن مناسبة وليس بالطريقة التي يحاول هذه المنصات ومن خلفها الاحتلال فرضها علينا طب إياد في بداية حديثك ذكرت أن في انتهاكات كانت على مختلف المنصات عادة عن فيسبوك وتويتر وإنستجرام ذكرت واتس أب وهذا نوع جديد ممكن إحنا نلتفت له بالعادة واتس أب خارج دائما هذه المعادلة وتابعنا كمان بالصورة التفصيلية من صدى سوشال أن 22% كانوا فيه نسبة شكاوي وانتهاكات من واتس أب شو طبيعة الانتهاكات الممكن تكون على واتس أب وشو سياسات المفروضة من قبل هذا التطبيق؟ صحيح يعني سياسات واتس أب هي نفسها سياسات ميتا اللي هي الشركة المالكة لفيسبوك وإنستجرام واتس أب هو تطبيق المرسلات الأكثر شهرة وتداولا في العالم وتحديدا عندنا في فلسطين فبالتزامن مع الأحداث كان هناك استخدام كبير جدا من قبل الصحفيين بالدرجة الأولى لهذا التطبيق لتبادل الأخبار والمعلومات وأيضا من قبل المستخدمين العاديين لذلك تم تقييد العديد من الحسابات لصحفيين بالدرجة الأولى ثم لنشطاء قاموا بتداول أخبار لها علاقة بهبة أيار على سبيل المثال وأيضا بعض المتعلقات بالأسرى الفلسطينيين ونضلات الأسرى الفلسطينية إن كان هذه التداولات كانت بطريقة نصية أو من خلال تداول صور أو فيديوهات نعم طب إياد بما أننا نتحدث عن التطبيقات تليجرام بالفترة الأخيرة كمان في إلى استخدام نوعا ما موجود بين أواسط الصحفيين على سبيل التحديد هل هو آمن فعليا؟ هل بإمكاننا استخدامه لنقل المعلومة؟ هل يجب أن يكون في تركيز أكثر من ناحية توجه الفلسطينيين والمستخدمين العاديين بعيدا عن الصحفيين لتليجرام؟ يعني هون فرح خلينا بس نحكي بشكل أوضح شوي عن إيش اللي بميز تليجرام إذا بنحكي عن الأمان فليس هناك أي تطبيق إلكتروني آمن لكن إذا بنحكي عن سياسات هذا التطبيق التي تراعي خصوصية القضية الفلسطينية فهو فعلا يعطي مساحة أكبر لنا كفلسطينيين لاستخدامه من تطبيقات أخرى مثل واتساب يعني تحديدا نحن نتحدث هنا عن بدائل لواتساب مثل تليجرام ومثل تطبيق سيجنال هما التطبيقات الذي ممكن أن نستخدمهم بديلا لواتساب بعيدا عن أي مضايقات وتضييق على المحتوى الفلسطيني نعم طيب إياد خلينا نختم بمجموعة من النصائح أنه كيف إحنا ممكن نكون أكثر حرصة فيما يتعلق باستخدام هذه التطبيقات لأنه مثل ما حكيت ما في تطبيق آمن بشكل عام لأنه إحنا كمان لما نستخدم هذه التطبيقات نتشارك في معلوماتنا الخاصة وأنه فيما يتعلق بالمحتوى الفلسطيني كيف ممكن نقدمه بصور الأمثل حتى يصل إلى العالم تمام يعني هذا الموضوع كثير كبير خلينا في عجالة نحاول نجمل بالدرجة الأولى أن نكون بأمان أن لا نشارك كل شيء وأن لا نشارك أي شيء أيضا يعني كثير خلال تدريبات وتحديدا للمراهقين ولطلبة المدارس عندما نخبرهم بأنه لا يجب مشاركة الكثير من المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي فالإجابة الجاهزة دائما بأنه إيش في عندي إشي عشان أخاف منه لا اليوم إحنا منحكي عن الذهب الجديد ونحن نتحدث عن البيانات البيانات هي يعني ذهب ونفط هذا العصر وهي جدا مهمة إن كانت للمخترقين الذين يطالبون بابتزاز الأشخاص والمستخدمين أو أيضا بالنسبة للتطبيقات المختلفة لبيع هذه البيانات واستخدامها في التسويق الرقمي لذلك يجب علينا أن نفكر مرتين قبل مشاركة أي صورة أي معلومة أي شيء متعلق بحياتنا الشخصية أما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والرواية الفلسطينية فيجب علينا الاستمرار بالترويج لقضيتنا الفلسطينية وفق لثوابتنا الوطنية ويجب أن لا نزحزح وأن لا نخشى من خسارة إرثنا الرقمي بناء على التضيقات المستمرة من قبل هذه التطبيقات هذا موضوع واسع جدا في تفاصيل عديدة يجب تسيط ضوء عليها وفعلا نحن نأكد على رسالتك بضرورة تكتيف الجهود كافة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والأهلية لحتى الواجه كل هذه السياسات لربما نتحدث بتفصيل أكثر في المرات القادمة شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وعلى وجودك معنا شكرا لكم شكرا لك إياد